قضيتنا اليوم فيها برشة غادرة برشة غادرة من برشة أطراف وعلى برشة مراحل القاتل وإلى القاتلة بش تغدرنا الضحايا بش يغدرونا وكل أطراف القضية بش يغدرونا قضية بش نعيشها مع الحاكم من اللي يلقاوا الجثة حتى لين فاكوا اللوز واللي كيما قلت لكم وراها برشة غادرة خيانة طماع وخبث ومرة أخرى مش منطرف واحد بركة في القضية بل من برشة أطراف منهم اللي بش تاخذوا منهم موقف وبش تبدل نظرتكم عليهم ومنهم اللي بش تتعاطوا معاهم وتقولوا لعل وعسى عندهم الحق وهذا هو سؤال اللي نحبكم تجاوبوني عليه في آخر القضية سؤال من نجم نطرح عليكم تواس ينعبش نحرق لكم قضية الكل حاجة ما نحبهش تصير دونك ما تنسيش منتوا بش تخلي لايك وانا خلي لك دايوة خير اي انسان يخلي لايك عنده مني دعوة من القلب في الفجر ما تنسيش كيف كيف قضيتنا اليوم بش نبداوها من اخر بلاسة بش نبداو بها قضية اذا كانك عام سناء مبحرتش بالقديق بش نهزك معي البحر جاوك بقى وحتى مليسونس خالص علي لكني مانيش بش نهزك الحمامات جربة وقال بحر القيروان بل بش نهزك البحر في ويت الله غالب اذاك حد جهي قضيتنا اليوم بش تعاومنا في ويت مع ثلّة من الشباب ثلّة من الشباب معندهم شبحر في منطقتهم وكانوا غالب يعموا في ويت ويراوحت فيهم من بعيد ساشية كبيرة قاعدة تطفو فوق الماء وجاي شيرتهم لوهلة ظن كونها حشيكم قمامة وحاج عدية وانها هي تكون غادي وهم ميكونوش غادي معناها نرموها الساشية هي اللي تستغرب وطقولش يعملوهما الهنى مش هما يقولوش ني تعمل الساشية غادي وكانت الساشية هذي كتمشي وتكبر كل ما تزيد تقرب لهم شكلها كان غريب شوية عاطي عطول ومش صغيرة جابها الطيار بحضهم ما كانوش قادرين وانهم يجاهلوها وقربوولها وحسوا من شكلها وكأنو فيها جسم غريب جسم بشري كيما قلنا كانت عاطي عطول ملوطة شكل ساقين وملفوق فورمان طعراس خرجوها الشباب البر الامان بيشوفوها شباها وغادي من كانت الصدمة الكبرى بانسور عرفتو شنية كان فيها وشي اللي شفوه خليتهم طول يتصلوا بكبير القرية ولي بحضيتو قرروا انو يتجنب هو المشاكل ويجنب الصغيرات اللي كانوا يعمو في الواد كيف كيف المشاكل وقرروا انو يتصل طول بالحاكم بشي درسوا الموضوع ما كانتش قوه ماما وما كانش في السشيز هزمت عمراء بطلت مهيش بش تعرس عليش خطرت الاكزامبل هيدا بالذات ما ندريش اما الحكاية في الاصل كان فيها مراء وكان فيها مراء للأسف شديد مفارقة الحياة وشاب عموت جثتها كانت موجودة في السشيز هديك في حالة يرثلها ملمحها ما كانوش ظهرين وما تعرفوش عليها باللي هي مراء من ملمحها بل كانو علي يقين باللي هي مراء من طول شعرها اسمعناه فماشي رجالي طول شعوراتهم ما حبوش يحلو سشي الكل وكانو خايفين لتطلع ديجا بديت تتحلل ولسبب ذاكا حلو شيرة الراس اكا هو لازم هم من دون ادنى شك اهزوا جثة للتب الشرعي بالضبط كما القاوها جريمة قتل من دون ادنى شك والفاعل حاولوا انو يضيع الجثة على ما يقدر وكانت في الاصل نيت وظاهرة من الحبل اللي كان موجود على خسر الضحية واللي ظهر كونو كانت مربوطة فيه حاجة ثقيلة بشها كاكا جثة ترزان وطابت اللوتا للقاعة متاع الويد وما تكونش قادرة بينسور وانها تطفو وتطلع الفوق ويفيقوا بها في الاخر مجموعة من شباب يعموا في الويد معاناها اللي محبوش يسير القاتل اذي هذيك بالضبط اللي صاد ما كانتش بنت حمتهم لكنها ما كانتش تسكن بعيد عليهم برشة كانت تسكن قرابي كانت تسكن بحض البلاصة اللي كان فيها الويد واللي لقاوهم فيها كان عمرها 33 عام وكان اسمها حوريها كانت من عائلة بسيطة على الاخر كانت معرسة لكنها ما كانتش تسكن مع رجلها بما انو بعد معرسه رجلها قرر وانو يحرق وما تخافوش مهربش وخليها بل هي بيدها كانت موافقة على فكرة الحرقة وهو بيدو حرق على خاطرها قرر وانو يحرق بش يحسن منحيته وظروفه الاجتماعية في خاطر مرتو مرتو واللي للأسف شديد لقاو جثتها مطيشة في الويت بحض حمتها اكيد ما قالولوش وكان عليهم وانهم يعملوا بعض التحريات تقبل بش يعطيوها البحث الصحيح بدل البحث بعد ما تعرفوا على هويتها وبعد ما كانوا قادرين وانهم يخرجوا معطيتها الشخصية في بطاقة تعريف متاحها كانت موجودة ادريس وما نعرفوش ادريس دارها هي ورجلها ولا ادريس دار عائلتها وظهر لي الاخت لازمها تبدل بطاقة تعريف متاحها في اقرب وقت ممكن على خاطر الادريس اللي كانت موجودة هي ادريس دار بوها دار بوها واللي كانت مش بعيدة بارشة على المنطقة اللي يلقوا فيها جثتها كانوا ظهرين عبت حتى اقل من البوسطاء تحت عتبة الفقر واكيد لسببها ذاكة ما حبتش تزيد تثقل عليهم ويقول البو بيلي بنته ما كانتش تسكن معهم وكانت كاريا بيت هي مجموعة من الفتيات كانت تسكن مع الفتيات في بلاسة بعيدة شوية على دارهم وفي منطقة اخرى كان هذا اللي قالوا البول الحاكم بعد ما سألوه على بنته واكيد ما صدمهوش طول بخبر وفاتها وكما قلنا كان عليهم وانهم يعملوا بعض التحريات قبل ما يقولوا لعيلتها ودرجلها تحريات تواصلوا في المركز هزوه للمركز بش يزيدوا ويبحثوا معاه يعيقواه نفسانيا وبعد يقولولو يقول الاب بيلي في الاصل معمرهم بالعمر ممشيوا للدار اللي كانت تسكن فيها المرحومة بيانسير بما انها ما كانتش تعيش وحدها وكانوا معاها فتيات اخرين كارين معاها علاقت الاخت بعائلتها ما كانتش قريبة برشة وما كانوش يعرفوا عليها برشة حاجات وهي بيدها ما كانتش تبقى بحدهم برشة بما انها كانت تخدم وكانوا عندها برشة ارتباطات يقول البو بيلي هي بيدها كانت انسابسيتا زوالية وكانت تخدم كمنظفة في فندق من دون ادنى شك كان البو كل مرة يسألهم عليش الاسئلة هذي الكل وشنيلي ساير واذا كان فما حاجة قولولي ياخي فينا الموع قالولو ومش فقط قالولو بل زيتوا وراوا الجثة وكان المسكين قادر وانو يتعرف على بنتو كان قادر وانو يتعرف عليها علا رغم انو كيما قلنا ملامح المسكينة ما كانوش ظهريين ومش مهم كيفاش كانت علاقتها بأمها وبوها حتى ولو كانت علاقتهم مشبهية برشا بوها من دون ادنى شك تأثر عليها برشا وحزن على الاخر وقت اللي يعرف مصير حرية المسكينة واللي صحيح ما كانت شطل على أمها وبوها برشا لعلها بسبب الخدمة لكنها معمورها بالعمر منسيتهم وكانت كل مرة تبعثلهم محويجة فليسيت مكتب من ربي مع واحدة من صاحباتها المقاربات بنت حمتها واللي كانت تسكن بحظة دار أمها وبوها غنية تومسية معروفة ذكرتني بها القضية هذه تقول يا زيتونة وماذا قربك للويد؟ وكان هذا الفرس كما سؤال الذي تسأله الحاكم بالطبع ما كان الحاكم يغني بل بالرسمي كان يتسأل وماذا قرب جثة المسكينة المرحومة حرية للويد؟ الويد اللي كان مش بعيد برشا على حومتها لكن بعيد على البلاسة التي تسكن فيها كانت تسكن في المدينة تخدم في المدينة وقليل ونطل على عائلتها في القرية لكن الصغيرات تلقاوا وجثتها في الويد وبعيد على المدينة وبحظ القرية ونرمال ما في البريود هذيكا حسب ما يقولوا أمه وبوها عندها بضابط أربع أشرة ما هبتتش للقرية وعندها أربع أشرة ما ضلتش عليهم الشي اللي خلق برشا برشا نقاط استفهام لازموا ما يتحولوا إلى نقاط تعجب بيش في الأخر يصدم الحاكم العبيد بالإجابة على أسلها هذوكم ما ينجموش يطلعوا إذ رجلها للغربة بشي يبحثوا معاه لكنهم كانوا قادرين من دون أدنى شك وإنهم يبحثوا مع عائلته لعل الأخت عندها مشاكل معايت رجلها لعل يعرفوا حاجة عندهم دخل في اليسار وقال لي حتى عيات العمومة أصحاب العملة قتلوها لسبب معين بعد تايش والدها في الويد لكن بعد شوية أبحاث اكتشفوا كونوا علاقتهم كانت طيبة وما كانوش قراب من بعضهم برشا الشي اللي خلاهم مستحيل يكون ما بنيتهم مشاكل حاقت وقال لي حتى نبزيات عيلت رجل ضحية كانوا خطيهم وهو ما بيتهم تصدموا وقت لي سمعوا بخبر وفايتها واللي كان في الأصل صادم للناس الكل ما كانت متوفية بطريقة عادية وكيف كيف ما كانت مقتولة بطريقة عادية بل سحبت العملة صاحب العملة وقال المجموعة اللي عملت العملة هادي حبوا يدفنوها ويدفنوا معاها حقيقة وفايتها في الويد اللي كان بحث حومتها معناها قتلينها بحث حومتها بكل قباحة خرج البحث لهنا من الدائرة العائلية الضيقة عائلتها أو عائلة رجلها الزوز ظهر فيهم خطيهم ومعملوا حتى شي وحبوا يواصعوا دائرة البحث للأصدقاء والسبابة ذاكة تم استدعاء صديقة طفولتها وصديقتها المقربة وبنت حومتها ما همش تلايث عبيد مختلفين بل نحكيوا على إنسانة بركة ونحكيوا على لبناء واللي تقول صحيح أصحاب بالجداء بالجداء عشت سنين لكن دا كان زمان كي كانوا قراب كانوا صغار على الأخر لكنهم قتلي كبروا فرقتهم الحياة وكل واحد فيهم مشتسكتوا حورية مشت تخدم في المدينة وعندها مش هيكل معشكون وإلا فمشكون هي شكافية يا أخي قالت لهم الآن سوى لبناء بل هي ما تدريش ما تعرش وما عندها حتى فكرة قالت لهم ما نجم نعاونكم بحتى شي كان بحاجة بركة مهمة على الأخر ادوعة في قيام الليل وقالت لهم بللي علاقتها بحورية مش كما يتصوروها وما كانوا شقراء بجملة واحدة وتقول لبناء على سبيل المثال أبسط الحاجات من فا كانت تعرف صحبتها حورية فيش كانت تخدم معلومة خليت الحاكم يستغرب قليلا وحسب لي الأخت تستبله فيهم لكنها قلت لهم لا 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 تفهموني بالغالط رأي الله غالب هذه هي تبيعة المرحومة ورأي ينسينا في تبيعتها الضولاء دائما تستعين على قضاء حوائشها بالكتمين كما أنت لازمك تعمل وانت دائما تحكي أي موضوع تعمل وتحكيه لا تحكي لحتى بشر بشاكك نهار تلوك وتنشوك في الويد ما ما يدروش عليك حد شي الحاجة الوحيدة التي لم تكن كتمتها على عائلتها وعلى صحبتها زيدة هي وأنها كانت تسكن مع مجموعة من الفتيات في المدينة كانت صديقتها لبنة تعرفها وين كانت تسكن لكن كما عائلتها معمورها ممشيت بحديها لمشيوا عائلتها للدار اللي كانت تسكن فيها لعمورها صحبتها ممشيت بحديها لكن الحاكم يجب أن يمشي كان على الحاكم وأنه يزيد يوسع دائرة البحث لأنه يولئت تقول قصعة بارابول ولا قصعة كوسكسي خطر بديت نجوع شوية وكان عليهم وأنهم يشوفوا شنية بحث البنات اللي كانت تسكن معهم يسير ولعله سبحان الله في ليلة من ليلي واحدة منهم خليت طرف خبز جاعت المسكينة حورية وكلته وضغشت موليت الخبزة وماكم تعرفوا بمفعول الجوع والغش والخيانة وإنت مو إنت وإنت جعان ضغشت موليت الخبزة وقتلت المسكينة حورية ومبعدها زيتها هيا وبقيت الفتيات وطيشوها في الويت ينجم يكون سبحان الله ولا نجم يكون أنها توجعت وكل شيء نرى فيه ماكلة أكيد مش على قدمة خبز بشي سير الشي هذا الكل لكن سبحان الله عادي برشة تكون صارت مشكلة مبين حورية والبنات اللي معاها تنجم تكون سبحان الله صارت مشكلة سرقها سرقولها فلوسها وإلا هي عملت لهم حاجة مش بضرورة تكون حورية هي البريئة وهي الضحية والأسباب ذاك تداولوا على قتلها وحبوا يتخلصوا منها وطيشوها في الويت وهكا نكون وعرفنا الإجابة على سؤال واش قربك للويت يا زيتونا بمسور تايشوها في ويت بعيد عالمدينة بشي بعضو عليهم الشكوك لكن خلطت عليهم الشكوك هذوكم وكان لهم الحاكم بالمرصاد ومشا لهم وينما كانوا امشا لهم الحاكم للدار اللي كانت قلبنا تقول بللي الأخت حورية كانت كريتها مع الفتيات واللي هد عليهم الحاكم وملقوهمش في الدار ما كانوش موجودين وبرسمي ما كانوش موجودين معناه ما كانوش موجودين ما كانوش موجودين معناها ما كانوش يكزيستيو ومن بقى فهمة منها فاست كريت دار مع الفتيات اتضح كونو الأخت حورية كانت كارية وحدها وما كانتش كارية مع بنات وكانت تغيب فيهم وأنساوا الفازة هذه وأصلا ما حلش معها برشا الحاكم وانساها بما أنهم الكلهم كانوا منبهرين بالدار وإلا البرتمان اللي كانت عيش فيه المرحومة حورية دار في مجمع سكنيراقي في منطقة راقية في بلصة راقية وفي الآخر توفيت في ساشي وصل لحاكم الأول شك كونهم غالطين في الأدريسة وممش في البلاسة اللي لازمهم يكونوا فيها أجموع ما كانوا غالطين في الميلوسي في الويد يلقى رواهم في حي راقي وجو به لكن بعد أتضح كونو حورية ما كانتش تعيش في البلاسة اللي ناس الكل كانوا يظنوا باللغية تعيش فيها بل كانت عايشة في دار فخمة وراقية ما نعفوش عليها من ينجأ دي منين أين لك هذا انت يخطي يا أخي لم ت تتحدث في فندق 盗نا إنا لدريسة في الفندق دي منين بدينا في منين جانب ولم مفاق فان دي منين جانب نعم عادي ونمتع في الدار كان الفام دو ميناجيري يعني تعمل الفلوسها ليس نعمل في فام دو ميناج لكريئ متاع الدار كان باسم يتحدث في ميناج يحب لها 3 أشهر لكي تتخلصوا معناها 3 أشهر وهو يتخدم مغي أن تصرف حتى الأخر لكي تجهل تخلص شر في الدار هذه كتبل دار عبارة قصر لكن الغريب كونها ظهر لي ما كانش عليها وانها تخدم جملة واحدة بش تخلص لكريه على خاطر المعلومة اللي وصلتها الحاكم خليتهم ينسوا الجريمة وقريب خرجوها من الكبر ويقولوا لها من اين لكي هذا بما انو الاخت حرية المرحومة ما كانتش كارية بل كانت ملكة الدار الفخمة هذيك الكل كانت ملكة وحدها وما كانتش تسكن مع فتيات ما كانتش آنسة بسيطة كما كانوا يتخيلوها واذهب ايلي تقاوها في الدار يبني لها قصر في حومتها سيكان سينية وما بالمشو عادي وكل الحاجات هذي خلت الحاكم يصعب عليه وانو يحسن الظن وسعي برش يكون اذيل كله رزق حليل لعلا الاخت تاجر في مخادرات لعلا رئيس تعصابه واكيد فمام موضوع لعلا سبحان الله يتحليل تحل اجفوية تيك توك انا سمكة انا سمكة ولا تقول لهم كين نخلطو مليار تكبيسة كل مليار تكبيسة نحي قطعة من دابشيش كون يعرف الله اعلم ربي يهديه ويمكن مصدر فلوسها هو اللي يخليها تستطر على املكها وتغيبهم على امها وبوها وصحبتها باش تتجنب بعض المشاكل اللي ماندروش عليها شنية نجم تكون هي تطلعش بناتنا سبحان الله يخويا رقاصة هي شنية تطلع رقاصة ما تصور تمشي لأمها وبوها كبراها واكلها عشاقة كلهم معناها سبحان الله انا مغرومة بالرقص وربي تنجم تكون سبحان الله بقيعت هواء تشد لهواء تقسموا معناها جرامات جرامات وتبيع كل بيع جرامات لهواء معناها بقيعت هواء ما خلى الحاكم حتى شبرم الدار وما بحثوش كانوا متأكدين باللي الدار هذيك وكل اللي فيها تابعين الانسة من الكارت بونكير متاحة اللي يلقاوها كانت من دون ادنى شك مكتوب عليها اسمها هي لكن هم بزرموه ملقاوه حتى حاجة موريبة ممنوعات وإلا حاجة ينجموا يعرفوا بها مصدر الفلوس كيف كيف ملقاوش أثر متعدم اعتداء وإلا عنف والجريمة مصارتش في الدار هذيك والحاجة الوحيدة الي كانت تنجم تعاونهم وفعليا بشتعاونهم على الأخر هو التاليفون الي يلقاوه في الدار واللي بيانسير متاع حوريا التاليفون اخر صيحة من كراز رفيع كيف كيف ما ندروش عليها الأخت من جابته بأختي شيش ومنين نجيبه فيهم ؟ تيو الدلونا يا ؟ وريني منين نجيبه في الفلوس نرمالماو وحاسب الشي اللي يلقاوه زايد على رجلها وأنه يبقى في الغربة ويكون وينجم يعيش ملك في دار زوجته ماك الشارب لابس متغطي مع عز مكرمه وكل شي كان موجود إنجم يكون سبحان الله هو بيد ورجلها هو مصدر لفلوس هذوكم إنجم يكون درشي خدم في الغربة إنجم يكون مفيوزي وشي اللي صار على مرته كان عبارة انتقام من أعدائه لكن خلينا نقول لكم بيلي السيد خطيه وإنسان زوايلي وبسيط على روحه الظاهر كونه كان كل درش في الغربة وما كان شباله بالشي اللي تم لكم مرته ولي لعله أخونا حارس العمارة ينجم يقربنا من المصدر التمويل اللي جاها يقول حارس العمارة بيلي ما عنديش برشة ملي شريت الدار وعندها بريسك خمسة أشهرة ملي شريتها خمسة أشهرة ملي شريتها وعندها أربعة أشهرة مطلتش على أمها وبوها معناها فك الشهرة ذاكة صارت حاجة قلبة تلاحياتها ويقول كيف كيف بيلي في أول أشهرة كانت الأخت تساكنة فيهم واللي من ضمنهم اشهرة ذاكة اللي نحكيوا عليه اشهرة الفايصل في حياة الأنسة حورية كان دي مايراها تطلع وتهبط وتمشي وتجي مع راجل كان يحكي بالخليجي حبيب القلب طويل العمر ظهر فيه هو مصدر القش البقيش البذخ وذهبيت لكن لحظة خلينا نحسنو الظن بيليكش سبحان الله فعل خير شايفها زوالية وحب يعاونها لا لا اسمعا اسمعا حتى نحسنو الظن هنا من نجمش نحسنو الظن في حالة كما هذه مرأة معرصة مع واحد خليجي وشريه لها بورتمين شما متاع شنية معناه يطلع الفوق يلعب وشترانج يعلم فيها في اللغة الإسبانية شنية يا ظهرين كانوا في علاقة واسفوار شنية طبيعة العلاقة معناه بيانسو لكن اللي نعرفوه كونو تلموه كانت العلاقة الشادة وصل للسيد حتى شريه لها دار كامل وقت اللي يكوبوا تلقاهم رسمي لهم زوز تبديلات وسروع لشميز بدأوا يتعاركوا على الاشتراك بالملكيات يجتملكون تم يا سيد خاليجي فيش هرش ريلها الدار وانتي شني شريك لمرتك ولا صاحبتك لي صاحبتك لي خاطر ما نصوحبوشنا رب يرزقنا بطويل العمر راجل غني خاليجي وميعرش على طرف خلاهوين لكن ما يمشيش محكم البعيد وما نقصد معناها علاقة نقصد بسبحان الله يكون بناتنا بزنس نكون شركاء في مشروع دار فخمة ألبسة فخمة ومجوهرات بل كان عندها زادها في البنكة مبلغ رزين برشة حسب البحث الأمني ولي وصلهم كيف كيف تقرير الطب الشرعي اللي خل القضية هذي تزيد تدخل بعضها أكثر والتضحكة ونو الضحية قبل وفاتها كانت متعرضة للعنف الشديد التعذيب وحتى الحرق واختم الفعل وإلى الفعلة العملية متواب الخنق واللي كان سبب الوفاة الرئيسي كما دي ما قولوا الخنق في جريمة مينجمي دول كان على كمية الحقد اللي كان في داخل الفاعل واللي مبعد كما قلنا لف ضحية في ساشي وسكر عليها بسكوتش وطيش المسكينة في الويد بعد ما حاول وأنه يثقلها باش طعب تلقاها مشي التليفون الانسة من دون أدنى شك للمركز وهو زاد بحثوا معاه وخرجوا منه حاجة مهمة على الأخر باش تسهل عليهم القضية محاطة من شك كونه كان لونها روز وكلها قلوب وعبارة جميلة الاسم بمسير متع الشخص من الفوق هو بدون بدل وبحثيه برشا قلوب وإذا كان عندك منها الكنفرساسيون وهذه في تليفونك اتقي اتقي الله يا أخي أختي إذا كان طفولا ذاك يحبك بالرسمية وخطبك لا يحكيش معاك كاك وراء التليفونات معنا وانتي يا أخوي سايب منت الناس برا يخطبها وعرس به عليش ضيع في وقتك وعليش ضيع عليها في وقت هذا إلا إذا تكون ثريخ خاليجي كاك موضوعيخ كاك صاحبي برا شريلها دار وبعد عملتها نشير في الحلال شو بيكسر وانتو قال إلقاء الحاكم في تليفون ثورية محاثة مبينة ومبين نمره أجنبي الأرجح كانوا سعودي من دون أدنى شك هذك هو طويل العمر اللي يقول حارس العمارة بلي كان دي ما يراها معاه كان يقول بلي هو عنده مديدة ما عادش يظهر وعنده مديدة ما عادش يرافاهما بعضهم وزيد تأكد الحاكم من كلمه وقت اللي إلقاء بلي هما فعليا عندهم مديدة ما عادش يحكيه مديدة ما عادش يتواصلوا بالمساجات ولعل سبحان الله علاقتهم انقاطعت مانيش نحكيه على علاقة عمل ما كان يشربتهم بروجيه بل كانت تربطهم علاقة حب لا ترى الشمس علاقة حب من دون أدنى شك من وراء ظهر المسكين راجل حورية المتغرب الراجل اللي يتغرب على خطرها باش يحسن منه وضاعه ويعيشها مالكة في دار زوجها وقت اللي الأخ دي جاء كانت عايشها أميرة في دارها ولي شريعها طويل العمر طويل العمر كان هو اللي يلبس وهو اللي يغطي وهو اللي يوكل وهو اللي يدلل وكانت هي هي اللي تخون هي اللي تلبس وهي اللي تمشي وجيه مع السعودي من دون علم حتى إنسان تقول باللي هي كانت تخدم منظفة في أوتيل وقت اللي دارها في الأصل كانت عبارة بتوتيل سعيب بارشا كونه أشهر وهي تخون في رجلها وحتى بشر ما فاق بها والسبب ذاك شكل حاكم كانوا من دون أدنى شك واحد من عائلة رجلها فاق بها فاق بها تخون في رجلها المسكين المتغرب واللي مليسكي بحياته في خاطرها وقرروا أنه يقتلها كانت يقام لقريبه راجل حورية والسبب ذاكا تم استدعاء عائلة رجلها الكل للمركز بايش يزيدوا يبحثوا معاهم ويساق سيئوهم داخلهم للبحث بالواحد بالواحد بكل ثقة في النفس ودي جامل يهوما في البيب كانوا حسين باللي واحد فيهم وهو مولى العملة والسبب ذاكا بحثوهم أفرأت عائلة سيد الكل كل واحد وحده لكن اتضحهم بعض كونهم في الأصل خاتيهم وحتى واحد فيهم ما كان يدري بلي الأخت قادة تخون في رجلها معلومة مينجم يعرفها كان إنسان قريب منها عاللخر وصاحب العملة مينجم يكون كان قريب لها عاللخر رجلها كان بعيد عليها في قراءة أخرى جملة واحدة مستحيل يكون صاحب العملة ودي جا حارق ومينجم شابة البلاد وهكا تقعد أقرب إنسان الحرية موجودة بحديها هي صديقتها لوبنة ولي الحاكم ما حبش يضيع وقته معها برشة ولمرة هذه حرشوا معها اللغة وقالوا لها من لخر وعاللخر ما تبديش لعبة فاية ما تدريش ومتعرفيش ومريتي حتى شي ومن لخر وعاللخر نعرفوك بلي انتي تعرفي وانتي تعرفي بلي نحنا نعرفوه وننصحوك مضيعينيش وقتنا بش حتى نحنا ما ضيعوكش وقتك ويمكن ما نضيعوكش حياتك الكل مجيت الخطم تيحوا مسحيحة وكانوا قادرين وإنهم يكبسوها وكبسوها وطيحولها الماء فرش كايب وطلعت بالرسمي تغيب فيهم وفي الأصل كان تعرف حاجات عالأخت حورية أكثر مئين سحورية بيدها وتقول لأخت لبنة بلي في الأصل طويل العمر أخونا السعودي ما كانش تربطوا علاقة عاطفية مع علاقة سحورية وهذي كعليه دي ما نقول لكم أحسن وظن هيا نتوضل منها نحنا هاي المسكينة متوفية في قبراته ونحنا ظلمينها ما كانش عشيقها وما كانش صاحبها وما كانتش تجمحهم قصة حب من وراء المسكين رجل حورية بل كانتش تجمحهم عائلة واحدة كانوا معارسين وما نحكي ولا حورية ورجلها ليحرق بل نحكي على الانسة حورية أخونا السعودي كانوا معارسين لكن عرصهم ما كانش عرص عادي كما عرص حورية الولاني بل كانوا جوز تقارين الفاتحة عبارة عرص عرفي وكانوا يتصرفوا مع بعضهم عبارة معارسين عادي كانت عندهم دويرتهم الدار اللي كانت باسم حورية وكان طويل لعمر ساعة لساعة يهبط مسعودية ويمشي بحذيها وبينسي الراجل حورية الولاني بما أنها تتسمى معارسة بزوز رجال ما كان في باله حتى شيء المسكين مرة أخرى متغرب على خطرها ويخدم للأسباح باش الانسة مش فقط تدخونوا مع رجل آخر بل توصل حتى تعرس على رجلها من وراها الله أعلم طعمت فلوسه وإلا بالرسمي حبته لكن في الحالة تزوز تبقى خائنة بينسور الشيء اللي مكانش عجب صاحبتها لبناء قول لبناء باللي هي غاضع على الأخر رجل حورية كيفش المسكين كان كلها ترش في الزفة السيد متغرب في بالو متهني عليها في البلاد وطلعت الأخذ دي جاء هنيت على روحه وعرست بوحد آخر كانت لبناء كل مرة تلمح الحورية وتقول لها يا بنتي يا هديك رب اتقيموا لك وصيب عليك بالحكاية الفارغة حورية بينسور ما يهمهاش وكان يهمها كان في الفلوس والجو والشيخات تصير نبزية في نهار منارات ما بين لبناء وحورية ويصير نقاشات ما بينيتهم وما انتهيش نقاش هذيك وكل واحدة فيهم روحت ماخذ في خطرها من الأخرى هي في الأصل نبزية بسيطة لكن لبناء ما كان اشترا فيها حكاية فارغة وقارته انها تنتقم في لحظة غش وهزت التليفون والمخاطب بمتاحها كان نمره أجنبي رجل حورية لولاني وصبت له الصب الكل وحكيت له علي صائر الكل في غيابه وقتله باللي مرته حورية مش فقط قاعدة تقوم فيه مع رجل ثاري سعودي بل قتله باللي هي أكثر من هذيك الكل معرسة به جملة واحدة معنية تصور انتي تبدأ راجل يجيك تليفون قلو راه مرتك معرسة تقولوا بينسور هاي ما معرسة بيان قولك لا ما معرسة بيك انتي معرسة بيك انتي واشو ركائه انتي واحد اخر دوبل تنوع الاخت واحد فقير واحد غني واحد اجنبي واحد ولد بلاد تخلي بعض ورجلها الول من دون ادنى شك وبينسور تصدمه ما كانش منجم وانه يصدق الحديث اللي يسمعه وما كانش يحب يصدقه لكن للأسف شديد كان اوبليجي عليه وانه يصدق وشي الكل كان على عينيه السيد تغرب على خطرها وحرق بشي حسن وضعه ويعيشها احسن عيشه وفي ليلة ونهار قرر وانه يعود يحرق مرة اخرى ويرجع من جه للبلاد واكتشف واحد وواحد وانه ديجا موج مستحق وانه يحسن حيات مرته حرية مرته حرية ديجا حسنت من حياتها وحدها وديجا عايشها احسن عيشه السيد حرق وتغرب وعود يرجع للبلاد قبل ما يجد دوراقه وممشيش للمحكمة بشي طلقها وممشيش لعائلتها بشيكشف لهم حقيقة بنتهم بل يزي التاليفون بعد بالضبط 22 يوم من اكتشافوا الحقيقة زوجته صالحة ويقول لصحبتها لبناء يعطيك الصحة كيف هيقني على وضعي ومبروك عليك من اليوم انتي وليد شريكة في جريمة البركة فيك في صحبتك حرية حرية الله يرحمها قتلتها وماذا بيك تخلي حديثنا هذا الكل مبيناتنا واذا كان يبحث معك الحاكم وتحكيلو عالي صار نوعدك كوني مانيش بش ننسى هالك حياتي الكل وبش نحكي لي صار الكل للحاكم اكيد بش نقول لهم باللي في الاصل انتي سباب الجريمة وانتي لي حراطني بش نقتلها واذا كان وخيتي ما تحبيش الشي هذا يصير وقت اللي يبحث معك الحاكم قولي له ما ماندريش وما نعرف حت شي واي معلومة بش تقولي هالهم علي عليك انتي وقال على حرية مراي بش تضرك من الاخر تشكي بيا نشكي بيك صدمت لبنها صدمت حياتها ومعمرها ما كانت تتصور كونه رجل صاحبتها بش يوصل يحرق مرة اخرى من بلاد لبلاد بش ينتقم من مرته ويقتلها نيتها من الول كانت صافية وبسيطة كان الجوز تحب تبلبس الجو ما بين حورية ورجلها كانت يقام من جرائر نبزية صغيرة حكاية تافة نبزية فيربوخ وتلقى روح الاخت مبعد متورطة في جريمة قتل هي سباب فيها في الاساس والاسبابة ذيكة كيبحث معها الحاكم من الاول قالت لهم باللي هي خطيها ما تعرف حتى شيء وما في بالها بحتى شيء وما عندها حتى فكرة على الاخت حورية بالضبط كيما قال لها اخونا فوقات الرجل حورية وانها تعمل هذو كانوا اعترافات الاخت لبناء بعد ما كبسها الحاكم بعد ما كبسوها بالجدي بالجدي وبعد ما عرفت باللي هي ما عنده وين تهرب لمن الحاكم ولمن الرجل المرحومة واللي هو بيدو ديجا شدوه بعد ما فضحتوا بيدو كان ديجا عارف باللي ما عنده وين يهرب واكثر من هذيك الكل كان بلزو ما يحكي في اللي عاملو وكأنو فخور في الاصل مش فخور لكنو ما كانش نادم من الشي اللي عاملو كان يرى في اللي عاملو صحيح وكان يرى باللي الاخت حورية تستهل حتى اكثر من هكاكا والبعض بش يقولو صحيح حورية غالطة واللي عاملو تميجج ملا واحدة ومسكين رجلها لكن كمام يوصلش يقتلها ويعذبها ويطياشها في ميلوسي في الواق يقول فؤاد الحاكم بلي في الاصل مسامة لبناء ما كانت جوجد تتمثل في انها قالت له بلي مرتو تخون فيه بل بعد ما سمع بحكاية مرتو طلب من لبناء وانها تعطيه ادريس دار حورية ونمرو رجلها نمرو اثري السعودي اللي كان معرس بمرتو وما قصرتش الاخت لبناء وعطته كل معلومات لكنها ما كانش في بالها بلي رجل حورية بش يوصل يهبط حتى للبلاد اهبطت للبلاد وشاف على عينيه يا اخي برس من انتها معرس بمرتة يا اخي قلوا سعودي يا سبحان الله بل حتى تمنى العمرا لسعودي وسبق وانه حورية اعادتها fart وقتلوا بلي هية معارسها ومطلقة وليبررا لدي احد في حياتها وقتل اللي في نفس الوقت هذي كفهمش كون يضرب يضرب مسكيني يتعب ما اقيت حتى ما اقيت ايش الكلمة معناه انسان شاقي ويعمل في كل في المجهودات وفي الغربة مسكين بشي يعيشها وهي مسكينة قادة تعيش في دار اوستندينك دونك القاها السعودي الانسان ليبر وما عندها حتى احد في حياتها قالها هي برا عرصه يا اخي قتله مريقل يا اخي عرص وكهو سهلة الحكاية السيد في شهرين حكاية معها تعرف عليها عرص باشريلا دارو بدل لحياتها وانتي يقعد يستني بيجي يخت تأكد لهنية رجل حورية من خبث مرتو مش كان معه هو كهو بل حتى مع السعودي وقرر لهنية هو انو مش فقط ينهي علاقته معها وعلاقتها مع السعودي بل قرر وانو ينهي لها مشوارها في الحيات ويحط لها حد لحياتها كانت من الول لحكي يماشي على يسير سوربريز مش الحورية بل لعيلتها وعيلت رجلها قال لها باللي هو بشابة البلاد ووصعها باش ما تقول لحد تحد لا لعيلتها ولا لعيلتو وحسب تروحها الأخت فرحانة باش تموت وقتلوا مرحبا بيك ونستقبلك وقت اللي جي استقبلتو بالقبولات والأحضان وين كانوا متفاهمين وانهم يتقابلوا كان كاري سيارة وكانوا على أساس باش يمشيوا مع بعضهم لعيلتو والعيلتها لكن فجأة انو في اثنية تتبدل وجه متاحهم ويلقاوا رواحهم في الخليل المخلي سكت الكرة بقى جبدي التليفون وخرج لها بحث هالكل في تصاور وكابتورات قعدت الأخت باحتة مش عارفة شنية باش تقول وهو بيدو ما كان عندو ما يقول وطول بداي في الاكسيون حب يسمحها منها وحب هي تقولو باللي هي عرصت من وراه قعد يعذب فيها يضرب فيها يخنق فيها إلى أن تصر حتو لكنو بيسير ما كانش محتاج لصراحتها على قد ما كان محتاج باش يسمحها منها باش يبرر الشي اللي باش يعملو وقعد مباعد تفوئات يخنق فيها حتى لين فارقة الحياة وتواصل مباعد العنف والضرب والتعذيب ومباعد عبها في ساشي سكر عليها بسكوتش انفس لي وعبها في الماء المتاع الكرهبة ومباعد هزها بحث الويد واحد ثنية ثلاثة هبه ورميها فصل الويد ومباعد كما قلنا اتصل بالأنسة لبنة وعزها في صحبتها ومعاودوا تقابلوا وكان بعض موقفة زنق الهارب وشدهم الحاكم الزوز وتقابلوا بعضها مرة أخرى في المحكمة وتم الحكم عليهم الزوز بالسجن منع أخونا من العدام لعلا سخفوا عليه ولعلا البعض شايفوا باللي يعملوا مشغلة برشا في بعض البلدان قضية كما هكا تسمى قضية شرف وين الفاعل؟ بالعكس ولي وراها عند يري بطل لكن بيانسور دي ما نقولوا باللي العنف ما عندوش حتى تبرير والقتل بيانسور أكثر من ذلك الكل ما عندو حتى ربع تبرير على الرغم انه سيد حارق ومتغرب وباعد على أهله وعيلته وماخو الريسك بشنا الجميع عايش مرتو ومرتو في الأثناء ما كانتش فقط تدخون فيه بل كانت معرسة عليه هيا ربي سمحوا يغفر لها وهو ربي خلص وحلو 30 عام وراء القضبان وفي الأصل كانت ترجع شوي التالي كما صرت شك نبزة صغيرة مبين لبنة وحورية روشة ذي لكل مصارش وراها كيف كيف لبنة ما تمش الحكم عليها بأربع سنين وراء القضبان متهمة التستر على الجريمة خطرة كان تدري وتقول بلي ما تدري المسكين كان يخدم ليل واسباح بشي كده ريقاته ويجيب بحثيه للغربة كان كل مرة يبعث لها ثلاثة فليسات على أساس يود فيها وقت اللي الأخت جاء ويده روحها بثري سعودي هو بيده ومعديتها عليه ومعرسة بيه على أساس مطلقة ومعندها حتى تحتها بيسير أخونا فؤاد لومو بما أنه قتلها أذية من دون أدنى شكل ولومو زادة شوية كون أخونا تغرب ببرج ولاية مدامك معرس يخويا ومعنى شد دويرتك وشد بلادك واخدهم في بلادك وأنا كنت مرأة بشي نقول له معنى معرس بيه بش أنت تمشي معنى تمشي تتغرب وعليش معارسين انتا وانتوما كي كل واحد يشد بلاد وهو بش يحرق ومنجم يرجع البلاد وعليش معارسين من النصر مو بره أحرق وكونوا بعد أرجع ولا وقعد في بلادك يا أخويا عليش انت ماشي انتي دجاك مشيت عطيت هال وانتوكا يا أخويا نحب نسمع لكم انتوما انتي يقولي شنية رايك وهل انو ترى اللي عامله صحيح ولا غالب هذا بمسيور بعد ما تخلي لايك وسبسكرايب فولو على انستغرام وانضام الجروب متاعنا متاع الفيسبوك ونتقابلوا بإذن الله في القضية الجاية اسبت جاي بيساوت